السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السكري النوع الثاني كيف نتخلص منه ومن مضاعفاته ومشاكله ومن أدويته ممكن بخطوات بسيطة تحقق هالشي إذا كنت فعلا صاحب قرار. انت قادر تخلص من السكري النوع الثاني وتشفى منه تماما. إذا حابين تعرفوا كيف تابعوا معي بهدوء خطوة بخطوة ولآخر الفيديو ورح تعرفوا شو الحل وكيف تخلصوا تماما من مرض السكري النوع الثاني المشكلة بمرض السكري هو الإنسولين. بالنوع الأول من مرض السكري المريض ما عنده إنسولين نهائيا. يعني الإنسولين عند المريض ليس له وجود. والبنكرياس عند هالمريض ما بتفرز إنسولين أبدا. لذلك المريض ما عنده حل إلا أنه ياخد إنسولين من خارج الجسم. إبر الإنسولين لأنه جسمه ما في إنسولين قطعا وقبر الإنسولين بياخده لضبط السكر عنده أما مريض السكري النوع ثاني فالمريض عنده إنسولين كتير فوق ما تتصوره عنده أضعاف الإنسولين الموجود عند أي شخص وين المشكلة إذن؟ المشكلة أنه في مقاومة لهذا الإنسولين الخلايا خلاص ما عاد يتقادر على استقبال الإنسولين بالحالة الطبيعية الإنسولين بيفتح أبواب الخلايا وبدخل السكر لداخل الخلايا مشان ينزل السكر بالدم لمستواه الطبيعي بمقاومة الإنسولين الخلايا ما عاد تفتح ولا بتستقبل السكر والإنسولين ما عاد قادر على فتح أبواب الخلايا فالمريض بيرتفع عنده السكر بالدم وبيصير البنكرياس بيفرز أضعاف كمية الإنسولين ممكن 10-15-20 ضعف وبدون أي فائدة الإنسولين صار عالي الخلايا ما عم تفتح السكر ما عم يدخل على الخلايا والسكر رح يرتفع بالدم وهذه هي مقاومة الإنسولين الطبيب والمريض بيصير هدفهم الرئيسي بأي شكل وبأي طريقة هو أنه ينزلوا مستوى السكر بالدم وهون الخطأ الكبير أنه يكون تركيز المريض والطبيب على تنزيل السكر بالدم فقط لازم يكون الهدف الرئيسي هو معالجة السبب السبب اللي خل السكر يرتفع بالدم وإصلاح المشكلة الأساسية يعني إصلاح وعلاج مقاومة الإنسولين أنت كمريض سكري نوع تاني لا تفكر فقط بتناول الدواء بتعالج السكري عندك لازم تفكر بشكل أكيد وحقيقي بمعالجة مقاومة الإنسولين عندك لما بيرتفع الإنسولين عندك بكميات كبيرة وأضعاف الكمية الطبيعية الخلايا إذن خلص ما عادت رح تستقبل الإنسولين ولا رح تستقبل السكر إذا كنت شاطر وبدك تخلص من مراض السكري بدك توقف المحفزات محفزات الإنسولين مشان يصير الإنسولين قليل بالدم وبالتدريج بتنقص مقاومة الإنسولين أنت كمريض رح تتسأل شو هي هالمحفزات وشو يعني محفزات الإنسولين اللي لازم توقفها أولا السكريات والنشويات يعني الكربوهيدريت مثل الخبز والرز والمعكرونا ودقيق القمح والحلويات والمياه الغازية والسكريات الأخرى ثانيا المحفز الثاني هو طعامك أو أكلك لازم تعرف أنه طعامك وأكلك هو محفز لمقاومة الإنسولين كل مرة بتاكل فيها رح يرتفع السكر بالدم وارتفاع السكر رح يخلي البنكرياس عندك تفرز إنسولين الإنسولين رح ياخد السكر ويدخله على الخلايا مشان ينزل السكر بالدم لكن برأيك هالإنسولين رح ينزل سكر الدم لمعدل الطبيعي الجواب لا تعرف شو السبب؟ الإنسولين بينزل السكر بالدم ويدخل السكر للخلايا انخفاض السكر بالدم رح يسبب عندك رجفة أو رعشة وبعدها رح تحس بالجوع رح تاكل مرة تانية والسكر رح يرتفع بالدم مرة تانية والبنكرياس مرة تانية رح تفرز الإنسولين والإنسولين رح ينزل السكر بالدم عندك لكن للأسف السكر ما رح ينزل لمستواها الطبيعي إنما رح ينخفض السكر بالدم عندك ورح ترجع تاكل مرة تالتة طبعا مو بالضرورة تكون وجبتك وجبة كبيرة ممكن تكون وجبات صغيرة لكن بكل مرة بتاكل فيها رح يرتفع السكر بالدم عندك ومرة تالتة ورابعة وخامسة وهيك رح توصل للي حكيت عنه بالبداية مقاومة الإنسولين يعني البنكرياس بتفرز إنسولين مرة وثنتين وثلاثة وعشرة لكن الخلايا ما رح تفتح والسكر بالدم رح يبقى عالي طيب لازم نشوف حلها المشكلتين السكريات وتناول الطعام اللي هي الوجبات المتعددة إذا عالجنا هالمشكلتين نحن منكون عالجنا مرض السكري توقف عن السكريات والنشويات والحلويات والمياه الغازية وقلل الوجبات اللي عم تتناولها كل يوم السكريات توقف عنها عدد مرات أكلك قلله ممكن تصير تاكل وجبتين باليوم بفاصل 6 ساعات وأحيانا بفاصل 4 ساعات وأحيانا بفاصل ساعتين وأحيانا ممكن تاكل وجبة واحدة باليوم يعني ولو بشكل متباعد لكن تجربة الوجبة الواحدة باليوم هي تجربة مفيدة جدا يا ري تتجربها هي مفيدة إلك ولعلاج مقاومة الإنسولين وللتخلص من مرض السكري يعني لو كل أسبوعين أو 3 أسابيع تخلي يوم تناول وجبة واحدة وطبعا لما بتكون عم تتناول وجبتين باليوم بفاصل 6 ساعات يعني 11 صباحا مثلا وخمسة مساء فأنت رح تاكل وجبتك الأولى الساعة 11 صبح ووجبتك الثاني 5 المساء وبين الوجبتين ما في أكل وخارج الوجبتين كمان ما في أكل يعني من أصل 24 ساعة باقي 18 ساعة صيام طبعا صيامك عن الطعام فقط ويمكانك تناول المشروبات الدافئة أو الماء خلال 24 ساعة ماء الشرب قهوة شاي أحمر شاي أخضر بابونج وغيرها من الزهورات وبالتأكيد بدون سكر عن شو عم نحكي؟ عم نحكي عن الصيام المتقطع إذن بالنسبة للسكريات اللي هي المحفز الأول للإنسولين الحل هو اتباع نظام تغذية صحي نظام كيتو أو لوكارب قليل النشويات وهالأنظمة الهدف منها تقليل إفراز الإنسولين وحل المشكلة الأساسية اللي حكينا عنها هي مشكلة الإنسولين والصيام المتقطع أساسي بالعلاج لأنك لو اتبعت نظام لوكارب أو نظام كيتو بدون صيام متقطع وتناولت باليوم 3 أو 4 وجبات أو 5 وجبات فأنت رح يصير عندك مقاومة الإنسولين ولا ممكن إلا تدخل بمقاومة الإنسولين ولا ممكن تشفى من مرض السكري يعني لتظن حالك إذا اتبعت نظام كيتو أو نظام لوكارب وخففت النشويات يعني قللت الخبز والرز والماكرونة ودقيق القمح وغيرها من الكربوهايدريت لتظن أنه هذا هو الحل وأنك رح تضبط السكر وتخلص من مرض السكري ومن مقاومة الإنسولين لازم يرافق نظامك الغذائي صيام متقطع وتخلص من تعدد الوجبات بأكلك خلال اليوم لأنك بكل مرة بتتناول فيها وجب الطعام حتى لو تفاحة أو صندويشة صغيرة الإنسولين رح يرتفع عندك ويرتفع ويوم بعد يوم أنت رح يكون عندك مقاومة الإنسولين إذا ما استطعت تتوقف عن السكريات والنشويات قلل منها قدر الإمكان قلل كمية النشويات بطعامك يعني نص رغيف خبز أفضل من رغيف وإذا كنت عم تاكل رغيف ونص بالوجبة ف3-4 رغيف بيكون أفضل ويوم بعد يوم حاول النص رغيف يصير ربع رغيف وممكن مع الأيام يصير أقل وممكن أحيانا تاخد ربع رغيف وأحيانا خد وجبتك بدون هالربع رغيف أكلك ووجباتك المتعددة اللي حكينا عنها بالبداية واللي هي المحفز التاني للإنسولين علاجها الوحيد الصيام متقطع مشان تقلل إفراز الإنسولين أنت لما بتاخد أدويتك لعلاج السكري شو عم تعمل؟ وشو عم يشتغل هالدواء؟ سألت حالك هذا السؤال؟ دواء السكري شو بيعمل بجسمك؟ دواء السكري ما بيعمل إلا شي واحد بيأخذ السكر من الدم وبيخبيه بمكان تاني بجسمك أنت ومعظم مرضى السكري بتظنوا أن الدواء نزل السكر بالدم وطلع السكر من الجسم لكن الحقيقة أن الدواء بنزل السكر بالدم وبيخبيه على شكل دهون وكوليسترول دهون على الكبد ودهون على البنكرياس ودهون بكل جسمك هذا اللي بتعمله أدويت السكري الإنسولين رح يأخذ السكر على كل مكان بالجسم ويخزن السكر على شكل دهون إذا بدك تكون بخير وصحتك بخير والكبد عندك والبنكرياس حتى لسانك حابب يكون بخير وما تنصب بتشحم اللسان ابتعد عن السكريات وقلل منها قدر الإمكان وبالتدريج قلل عدد مرات أكلك وصوم صيام متقطع وخلي وجباتك لوكارب أو كيتو دايت ما في أجمل وأروع من مريض السكري اللي حابب يتعلم ويكون عنده ثقافة ليتخلص من المرض تماما ويوصل لصفر أدوية مو بس بيأخذ الدواء لا بيسأل وبيستفسر وبيتعلم أنه العلاج مو بس علاج نتائج وأعراض لا العلاج الرئيسي هو علاج الأسباب والتخلص منه بتعرف هالخطوطين اللي حكيت عنهم شو رح يعملوا عندك السكر الصيامي رح ينزل من 270 إلى 90 أو 100 السكر التراكمي من 8.5 أو 9 إلى 4.5 الأدوية رح تتركها تماما صفر أدوية هذه هي النتيجة يعني مرض السكري هالمرض اللي مخوفك وعامل مشكلة بحياتك انت قادر تعالجه بنفسك بالبيت وتخلص من الأدوية تماما أدوية السكري ما ممكن تعالج السكري ومرض السكر عندك وما ممكن تخليك بحياتك تخلص من مرض السكري أدوية السكري عم تتحكم بالسكر مؤقتا وفعلا عم تهمك إنك بخير بدل ما تشوف سكر الدم الصيامي عندك 240 أو 270 ممكن تشوفه 90 أو 100 طيب سأل حالك سؤال هام جدا أنت أخدت الدواء وسكر الدم عندك 100 بدل 240 أنت رح تطمأن أن الدواء يعمل بشكل جيد ونزل السكر بالدم عندك طيب السؤال وين راح السكر؟ السكر مطلع خارج جسمك دواء السكر عم يأخذ السكر من الدم ويحوله لدهون على البنكرياس ودهون على الكبد ودهون على الليسان ودهون بكل جسمك هذا اللي عم يشتغله دواء السكر بدل ما يكون السكر بالدم تراكم على شكل دهون بالجسم بدك تخلص من المرض السكري ويصير سكرك الصيامي 90 أو 100 وبدك تخلص من السكر التراكمي ويصير عندك 4 أو 4.5 وبدك تخلص من السكر العالي بالدم وتطلع للسكر خارج جسمك وما يتراكم أبدا على شكل دهون بجسمك وبدك تخلص من الدواء نهائيا بدك الحل بإيدك والحل عندك الإنسولين هو المشكلة ابتعادك عن محفزات الإنسولين هي الحل الحل بالرياضة بالمشي بنومك المبكر وعدم سهرك بابتعادك عن سترس والضغط النفسي بمضغك للطعام بشربك للماء بوجباتك القليلة وصيامك المتقطع باتباع نظام غذائي صحي كيتو أو لوكارب قليل النشويات الحل ما ممكن يكون بالأدوية الأدوية بدون هالأمور الهامة اللي ذكرتها هي علاج مؤقت ووهم لأن السكر بالدم ممكن يكون كنتيجة تحليل مخبري يكون 100 أو 110 لكن كل يوم في تراكم دهون جديدة وخطورة على حياتك غير طريقة تفكيرك انت قادر تعالج نفسك بنفسك بإيمانك بالله بإيمانك بقدراتك وعقلك وصبرك وحكمتك طبعا لأخوتي المشتركين بالقناة والمتابعين بحبكم كثير شكرا لمحبتكم شكرا لتعليقاتكم الغنية شكرا للإعجابات ولدخولكم على قوائم التشغيل بالقناة ودعمكم لقناتي شكرا أحبائي بوطني الحبيب سوريا شكرا لأختي وأحبائي السوريين بسوريا وبكل أنحاء العالم شكرا لأختي العرب بكل دول العربية وبالعالم كله شكرا أختي بالعراق الحبيب بمصر العربية بالجزائر بالمغرب بالإمارات العربية المتحدة بالسعودية شكرا أحبائي العرب بفرنسا وبإسبانيا اللي عما تتواصلوا معي بشكل دائم شكرا أختي بنيو جيرسي أمريكا شكرا لأختي بماليزيا وبأستراليا شكرا لأحبة بكندا محبتي لكبيرة لكم جميعا من القلب محبة كبيرة وشكر كبير تحياتي رح كون معكم دائما بإذن الله تعالى بفيديوهات جديدة ورح نحكي دائما كيف ممكن نخلص من الأدوية وكيف ممكن نعالج مرضنا بإيدنا تذكروا دائما أن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء وأن طعامكم هو دواكم كونوا بخير بإذن الله إلى اللقاء إن شاء الله تعالى كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته